أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول قلتم وفقكم الله أن من أتلف أن من أتلف يقول قلتم وفقكم الله أن من أتلف آلات له لا يُغرَّم السؤال هل إذا رأينا أحدا عنده شيء من آلات له نقوم بإتلافها وليس علينا شيء في ذلك لا يُغرَّم لكن يُعزَّر إذا كان ماله سلطة يُعزَّر لأنه متعدي على السلطان إذا كان اللي يتلفها له سلطة كالأمير أو رجل الهيئة هذا لا شيء عليه لأنه معقل صلاحية أما إذا كان اللي يتلفها إنسان عادي ماله سلطة فهذا لا يُغرَّم ثمنها لأنه مالها ثمن لكن يُعزَّر بتصرُّفه لأن هذا يحدث منه فوضى يحدث منه فوضى وربما يحصل مضاربة أو قتل فوضى أما إذا يتلفها صاحب سلطة ما أحد يمنعه من هذا ولا شك درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح فكون يتلفها واحد ماله سلطة هذا فيه مفاسد أنه يحصل فتنة ويحصل قتل أو ضرب أو غير ذلك لكن عليه أنه ينصح فقط ويبين من هي عنده ينصح ويبين فإذا لم يمتثل يبلغ عنه يبلغ عنها المسؤولين اللي لهم سلطة نعم